لم تستمر سيطرة عناصر داعش على ناحية بوهرز الواقعة للجنوب من مدينة بحوبة إلا يوماً واحداً حتى تمكنت القوات العراقية من تطهير المدينة بالكامل وفرض سيطرتها من جديد القيادات الأمنية أعلنت أن عملية التطهير تمت بمشاركة قوات الشرطة والفرقة الخامسة للجيش العراقي وطيران الجيش والدروع وأسفرت حصيلتها النهائية عن مختل أكثر من 25 مسلحاً بينهم عرب الجنسية هذا القتل اللي كانوا بالعدو عدد كبير يعني اتجاوز الخمسة وعشرين قتيل من عدهم وحنا البالحة شفتوا أحدهم اللي كان تقريباً يمكن عرب الجنسية ولابس ملابس خاصة كان موجود أمام الكاميرات التلفزيونية حقيقة كانت خسار كلش كبيرة بهم لأنه العملية كانت ساحقة وقوية وهذا اللي راح نفعله مع كل تواجد لهم في مناطقنا في محافظة الديار نازحون عادوا للديار ذكروا للحر أن مسلحين ملثمين فرضوا سيطرتهم على المدينة وقاموا بقتل مسنين وفتيان وبعض منتسبية القوات الأمنية قبل عملية التطهير ولم تتوقف مأساة عوائل بوهرز عند هذا الحد بعد أن تعرضت الكثير من الدور والممتلكات للخراب فيما اتهم البعض ميليشيات بتنفيذ عمليات عنف في المدينة خالي عمره ثمانين سنة قتلوه وبن خالي وولده قتلوهم اثنينهم شباب صغار طلاب مدرسة يقرون توسلت بيهم وهم رادوا يفلوهم مقدرة وأخذوهم قالوا لهم حمايتنا وقتلوهم والله عندي أضاراني أضاران عندي أول قذبة جاءت بيتي أول قذبة انضرقت منها دم جاءت بيتي فضيع رمي فضيع من الذي يشكو خف الرمي أخذت أهلي وانهزمت بهدومي عبد غراضي وهذه جاءت استرجعت لأم سياراتي قال سيارتي ماكو أنا البارحة سيارتي فاتت منها موجودة بيها احتفلون مال داعش سيارتي تعبي هاي وبسبب الأحداث التي شهدتها بهرز فإن الحكومة المحلية أعلنت استحصال الموافقات لتطويع مئة عنصر من قوات الصحوات وتشكيل سرية للطوارئ ولجنة للتعويضات فيما طالب أهالي قرى عبارة بهرز وخلال اتصال هاتفي بتعزيزات أمنية خشية من دخول المسلحين إليها تم تشكيل سرية الطوارئ من ناحية بهرز من أهالي بهرز حصرا وتم حصلت موافقة رئيس الوزراء على تطويع مئة شخص ضمن صحوات المنطقة والله الوضع كل جيد الحمد لله والشكر والله المقع قوات الأمنية جدي وحرار كل شيء إن شاء الله وما شاء الله الحمد لله والشكر كل شيء معكم الحمد لله والشكر شتان ما بين ليلتين أمس الأحد حيث سيطرت جماعات العنف وتنظيم داعش أما اليوم فقد انقلب الحال بعد أن فرضت القوات الأمنية سيطرتها بالكامل من ناحية بهرز جنوب ومدينة بعقوبة هذه العنبقي الحرية شكرا